رئيسي غادة عون نطرتك ببعبد الثانين السيعة 11 وبس تطلع تعرف السبب إنها الطريقة التي تبلغ فيها الصحافي رامي نعيم عبر الهاتف استدعاء النائبة العامة الاستئنافية غادة عون له للمثول أمامها في العام 2023 أي بعد انتهاء عهد الرئيس السابق ميشيل عون ومن دون إعلامه بسبب عجد رجعنا الاتصال في 15-20 سنة ناسية لورق دا هيك كنا يبلغونا لما كنا نعمل مظاهرات ضد الأحتلال السوري ونعمل مظاهرات ضد المعتقلين بالسجون السورية ونعمل تظاهرات ضد تصرفات الانشاوية بالدخل اللبناني للفرقاء اللي هلا عم يحكوا بالسيادة اللي كانوا ضمن فريق مع الاحتلال السورية ليتفاجأ بعدها نعيم بتغريدة وصورة لمجموعة الشكاوى الجزائية تقدم بها المحام مد عقل بحقه على خلفية تغريدات قام بها في وقت سابق كما يطالب عقل بتعويضات مالية كل ذلك عرفه نعيم من مواقع التواصل الاجتماعي وليس بالطرق القانونية المتبعة عادة نحن بالنسبة لألنا وبالقانون لم نتبلغ أي شيء بمضمون الشكاوي أو الشكوى لأنه في كتير وراء حطينهم على الوسائل التواصل الاجتماعي فما منعرف أي ورقة هي صحيحة أو غير صحيحة المشكلة ما نشمع وضي عاقل وضي عاقل تفصيل صغير بالمشكلة نحن مشكلتنا مع رأس الأفعى جبران باسيل وعلينا قطع رأس الأفعى بالسياسة نحن مش مجرمين يعني اليوم الطيار الوطن الحر حلفاءه مش معه ما عنده هالمنظومة اللي بتخوفنا حزب الله مش معه حركة أمل مش معه ما في أي حدا اليوم مع الطيار الوطن الحر جبران باسيل معه فريق مجنون مثله منقول أنا كتبت على تويتر برجع بقول ما رح نكون مع جبران لرئاسة الجمهورية مش انتقائيا ما بقى فينا نرد مرة تالتة مجنون عب عبده مصادر قانونية أوضحت لهنا لبنان أن المرجع الوحيد لمقادات الصحفيين هو محكمة المطبوعات كما أنه لا يتم توقفهم في لبنان على خلفية إبداء رأيهم نحن التنين إذا الله راد رح نحضر بجبل لبنان لن يحضر رامي رح يحضر أحد المحامين ورح نحاول بكل أصول معمول فيها أنه نطلب بالاطلاع على مقال الشكوى أو الشكاوى المقدمة نحن ما قلنا رامي ما رح يمصل أمام القضاء نحن عم نقول أمام أي قضاء بده يمصل أو يجب أن يمصل فيه ناس بالقضاء بيرفعوا الرأس فيه عندنا أبطال بالقضاء عم بيوقفوا مواقف كتير كبيرة وكتير مهمة لسوق الحاصل يجب أن نشيل التفاح المهتري كم غادعون عندنا اليوم بالقضاء كم غادعون لسوق الحاصل فيه قضاء بيجربوا يخير في القوانين بس بناموزج غادعون ما كان فيه لأنه خارج عن كل أصول وكل مألوف وكل هيكلية عن جهة حرام القضاء اللبناني يلي كان فيه ناس كتير كبار وبعد فيه ناس كتير كبار يكون فيه حدا ينزع لهم السيطن وشغلهم بهذه الطريقة يبدو أن القاضي غادعون ومن وراءها لم يكتفوا بتجنيس وإفساد السلطات الثلاث في البلد وينون تدمير السلطة الرابعة لذلك ينبغي تذكيرهم أن العهد انتهى في 31 تشرين الأول عام 2022 وأننا اليوم في زمن لا سقف فيه لحرية الإعلام وأخيرا أن الحقيقة ستكشف مهما حاولوا إسكت صوت الحق